محافظة البصرة التي كانت تحتضن أكثر من عشرة ملايين نخلة في سبعينيات القرن الماضي لا تبدو كذلك اليوم إذ تراجعت أعداد النخيل بشكل كبير إلى أقل من ثلاثة ملايين نخلة والسبب الأكبر في هذا هي المياه المالحة قبل كان بالخصيب أو صورة عامة البصرة والخصيب فاوشط العرب يزدهر بالبساتين والفواكه الآن في سبب الماء المالح كل ما نقرض وهذا تأثير على النخل إذا هذا النخل سيكون موجود وتزقيم ماء مالح يموت فشحت الماء والأملاح أثرت على الزراع حتى على الطير أثرت أسهل ما نقرن الزراع كله صار الصحراء أرد ما بيشي إذن هي قلة الوردات المائية التي ترد إلى شط العرب وارتفاع نسبة الملوحة لا سيما وأن النخيل يحتاج إلى مياه عذبة ولا ينسجم مع نسب الملوحة العالية هذا كله أدى إلى هلاك نسبة كبيرة من النخيل كما أن الخطر الذي يهدد النخلة في البصرة لا يتمثل بالتراجع الكمي بل بالنوعي أيضا فهناك أنواع من النخيل مهددة بالانقراض بسبب تراجع أعدادها هذا رطب لهم ذبل منه يأكله منه يشتريه هذا سوق المالح ونقص السدود وعدم دعم الدولة للزراع عمالتنا هذا الإنتاج معنا منه يقبله هذا لم تعد أشجار النخيل في البصرة تنتج تمر يصلح للأكل فما تنتجه في الفترة الحالية لا يصلح غذاء للحيوانات الأمر الذي تسبب بهجر أعداد كبيرة من المزارعين وأصحاب بساتين النخيل لهذه المهنة كنا نملك أراضي مثل النخل الآن النخل كلها مات الزرع كلها مات صارت الأرض صحراوية صعدت الصبخة الأصباخ كلها صعدت بين الأرض للقاع فنتيجة هذه الأملاح أثرت على الزراعة كأغلب الناس تركت المناطق الزراعية وراحت الدور على رزقها مثلا زراعة النخيل في البصرة لم تعد الرغبة في امتهانها كبيرة كما كانت فهي لم تعد تحقق جدوى اقتصادية بعد أن كانت مصدرا لمعيشة الكثير من العائلات الأمر الذي يمثل هدرا كبيرا في الثروة الوطنية تسأل عنه الجهات الحكومية التي تعتبر المسؤول الوحيدة عما تواجهه البصرة من إشكاليات